اهلا بكم الزمن عاد ساعة الى الوراء لكن ساعة طرابلس لم تتغير عقاربها دقت على توقيت النار الشتوي والصيفي معا وقناصتها ظلوا يتحكمون في لعبة الزمن الى ان يقضي الله امرا كان مفعولا في سوريا وعلى توقيت المنطقة فان الاخضر الابراهيمي رجل الساعة فهو التقى في طهران اليوم الرئيس الايراني حسن روحاني مسبوقا باهمية الدور الايراني ومشاركته في مؤتمر جنيف اثنان على ان يزور الابراهيم دمشق قادا للمرة الاولى منذ القطيع العصف ابراهيميا كان في اجتماع الابراهيمي بعباس ابراهيم في الدوحة حيث اجتمع الموفد الدولي بمدير عام امن المخطفين وتناول البحث قضية مطراني حلب والعمل على اطلاق سراحهما وجديد هذا الملف ما اعلنه مفتي سوريا الشيخ احمد بدر الدين حسون عن وجود المطرانين في تركيا احياء مساعي الابراهيمي لجنيف اثنان تصدت لها مجموعات العشرين المسلحة في سوريا التي اعتبرت المشاركة خيانة في وقت اكدت موسكو عبر مجلس الدومة ان الاوصياء الاجانب على المعارضة السورية هم الممولون الذين يريدون افشال المؤتمر الدولي المعرقلون ليسوا الممولين فحسب اذ قال وزير الخارجية التركي احمد داود اوغلو المعارضين بعد اجتماعه بالموفد الدولي ان الابراهيمي جاء ان يتحدث اللغة الروسية للعربية وفيما اتهمت روسيا الممولين بالعرقلة فان حزب الله اتهم جهات اقليمية بالتفجير وفي موقف لافت لمسؤول منطقة البقاع محمد ياغي جاء ان الامور بدأت تتوضح حول الجهة التي ترسل السيارات المفخخة وتطلق الصواريخ ونخشى ان تكون جهة اقليمية وراءهم غير ان النائب نواف الموسوي كان اوضح في وضع رسم تشبيهي للجهة المعنية والتي جاءت على صورة مدير الاستخبارات السعودي الاسبق تركي الفيصل وقال الموسوي ان تهديد هذا المحاضر يكشف سياسة بلاده التخريبية التي ستضع لبنان في دائرة الخطر لبنان القابع على برميل بارود هو في اعماقه يتربع على براميل عفو النفط وغاز وفروة يضيعها اهلها بالخلافات السياسية حينا وبتقاسم اجبان البحر والبانه اغلب الاحيان اذ كشف وزير الطاقة جبران باسي للمرة الاولى لوكالة رويترز عن الارقام المكعبة تحت الماء واعلن ان لدى لبنان بحدود 96 تريليون قدم مكعبة من الغاز و865 مليون برميل من النفط في 45% من مياه الاقتصادية وكلما تقدمنا في المسوحات كلما ارتفعت نسبة النجاح والكميات